علاء الأحمد حارس مرمى شباب يلعب في نادي نفط ميسان العراقي ينتظر مباراة حاسمة سيواجه فيها فريق الشرطة الفريق الجماهيري في العاصمة بغداد إنها فرصته ليثبت جدارته في اللعبة الشعبية وكان قد رزق بمولودة سماها فاطمة قبل خمسة أيام من موعد هذه المباراة الحاسمة لكن يوم المباراة لم يكن عاديا بالنسبة لعلابة ففي صباح يوم المباراة عند الساعة التاسعة توفيت الرضيعة فاطمة بعد ولادتها بخمسة أيام فقط نتيجة مداخلات أصابت أمها أثناء الولادة المباراة كانت عند الساعة الثانية والنصف ظهرا لم يشأ أن يخبر أحدا من رفاقه طلب من أهله أيضا عدم نشر الخبر هكذا كان أداؤه في المباراة انظروا جوية وزاخت كل التوفيق للزوراء والقوة الجوية والمشوار الآن سوي كرة عالية محاولة بالرأس وسهلة بيتحارس المرأة السقور تعادل مع الجزيرة بيجات اليسار همجت حاول يسدد بيتحارس المرأة وهجمه مرتدة سريعة حسام كاظم يلعب كرة سريعة مهند بالرأس الله لكن لعبها بذكاء والحارس يبعدها إلى ركنية أولى في شوط المباراة الأول إلى الخارج ملعوبة عالية داخل مطقة الجزاء محاولة بالرأس لكن كرة حسين حاول من الحالات النادرة السين عبدالواحد يشترك بالكرات العالية لعب ارتكاز محطة تألق علاء أحمد أثناء المباراة بشكل لافت أنقذ شباك فريقه من العديد من الفرص الخطرة لفريق الشرطة لكن ما أن انتهت المباراة حتى أجهش بالبكاء زملائه استغربوا من بكائه لماذا يبكي حارسنا كان أداه رائعا أخبرهم بما حصل وأن رضيعته توفيت هذا الصباح حزين الجميع على حزنه بدأ علاء حياته كحارس مرمى في نادي نفط ميسان وتدرج في جميع الفئات العمرية وصولا إلى الفريق الأول ويتمتع بلاياقة بدنية عالية أهلته للوصول إلى هذه المكانة وهو في الحادية والعشرين من عمره فقط الاهتمام بقصته كان على أيضا من الصحافة العالمية وصل الخبر إلى إسبانيا حيث عنوان الصحيفة لوموند لاعب عراقي هي صحيفة موندو لاعب عراقي يخفي خبر وفاة طفلته ويلعب مع فريقه علاء هو معي الآن وهو حارس مرمى ميسان من مدينة ميسان ينضم إلي عبر خدمة سكايب مرحبا بك يا علاء لماذا يعني ذهبت إلى المباراة بداية نعزيك على المصاب الذي أصابك في يوم المباراة لماذا ذهبت إلى المباراة كيف استطعت التركيز في اللعب وصد الضربات وأنت في هذا المصاب صح وصلنا خبر يعني كل شيء محزن بس أنا تمالكة نفسي الحمد لله والشكر فهي مباراة كانت مباراة يعني شون طموح لي فمباراة نمع الشرطة الشرطة لاعبين منتخة فاعتبرها يعني شون بداية بداية هذه المباراة فالحمد لله والشكر لعبت المباراة وقدمت فمن بعد انتهاء المباراة ما تمالكت نفسي وقمت أبتشي فاللاعبين يعني شون تفاجأوا وليش تبتشي فقلت لي يا بنتي توفت فاللاعبين هم شوي استغربوا فالحمد لله والشكر الله وفقنا بالمباراة الحمد لله طيب على زوجتك ألم تنتقدك على تصرفك تقول لك مثلا تركتني وذهبت لتحقيق مجدك الشخصي بلعب هذه المباراة وأنا في هذه الحالة مثلا لا بالعكس هي يعني وقفت لي وساندتني وكانت المباراة مقولة على العراقية وعلى الكاس وعلى دبي فهي كانت هم تباوع للمباراة فهي دعمتني قالت لي أريدك كون مثل ما البنية رب العالمين أخذ عمانتها فأنت تريد تعاوضني بمستوازين وتقدم نباراة فهذا شون صار لدافع معنوي الحمد لله والشكر رأس المباراة بروح عالية وقدمت الحمد لله لماذا لم تخبر يعني أصدقائك وزملائك والمدرب مدرب الفريق بالحادثة أنا ما أخبرهم يعني أنا لو أخبر المدرب اللاعبين ما ألعب المباراة شون يعني يبعدون على المباراة فأنا قد خليها بداخلي رأس المباراة كملتها الحمد لله والشكر أشكرك عبر خدمة سكايب من ميسان على أحمد قاسم حارس نادي نفط ميسان فأنا نفط ميسان كمي بألو بشكر